فيلمنا بيبدأ مع شخص اسمه الملك وقاعد قدامه الموظفين المهمين عنده وبيسألهم ايه هي الطاقة الحقيقية في العالم فبيقول القوى العسكرية او الزكاء او المكر لحد ما واحد اسمها اندو بتقول الفلوس فبيرد عليها الملك وبيقول لها ان ايجابتها صح لكن سطحية جدا وان الفلوس لازم يتم استخدامها صح وبيقول واحد من اللي وقفين اسمه تونجاوة ان الفلوس لازم تستخدم بزكاء عشان تبقى هي اداة السيطرة على العالم وبيعجب الملك بكلامه وبيقمر كل اللي قدامه انهم يجمعوا الشباب من كل مكان عشان الامبراطورية بتاعته وبعدها بنروح لشاب غالبان اسمه ايته وحظه سيئ جدا وعمره ما تكسب حاجة في حياته بيتمنى لو في يوم يكسب اليوناصيب وده عمره ما حصل ولا هيحصل لانه نحس وبيبقى شغال في سوبر ماركت عشان يدفع ايجار شايته بالعافية وبيبقى مخنوق من اي حاجة حواليه لدرجة انهم ما بيشوف عربيات مارسيديس راكنا قدام العمره بتاعته بيفضل يشتم صحابها لحد ما بيدرب عربية فيهم وبيتني الباب بتاعها فبيطلعوا واحد من اصحاب العربيات ومع زميله وبيجروا وراء الحد ما بيمسكوه وبتجيلوا الزعيمة بتاعتهم وبتكون هيا اندو وبتقولوا انهم كانوا جايله هو مخصوص لانهم من الديانة وكان زميله واخد فلوس منهم والكلام ده كان من سنتين وكان بيسدد حسب المتفق عليه لحد ما اختفى ومعرفوش يوصلولو ولان ايتو هو قدام ليه في العقد فهو دلوقت المطلوب منه سادات باقل دين بتاع صاحبه في اسرع وقت وإلا هيبقى تصرفهم عنيف فبيعاية ايتو على بخته انه مش لاقي اياكل حتى وبقى كمان مديون بفلوس مش معاه فبتهرد عليه اندو انه لو عايز يدفع دينه ده في يوم واحد يروح لسفينة موجودة على المرسى وهناك ممكن يكسب فلوس كتير وما يوصل هيعرف طريقة فوزه بالمساب ازاي وبتديله دعوة دخوله للسفينة دي ولانه ما عندوش حاجة يخاف عليها والاهل يهتم بيهم بيروح عالسفينة على انها الامل الوحيد ليه في دفع الفلوس وبيدخل السفينة بيلاقيها مليانة بمديونين زيه وبيطلع تنجاو قدامهم وبيقولهم انه مستضفهم للعبة الامر اللي هيشاركوا فيها وان علشان يشاركوا في اللعبة لازم يبقى معهم 3 نجوم من اللي في ايده والنجمة الوحدة بمليون ين هو اللي هيسلفهم 3 مليون دول بفايدة 1% في الدقيقة واللي عايز ينسحب يقدر ينسحب في اي وقت لكن لازم كلهم يعرفوا انهم لو كسبوا في الامار كل الديون اللي عليهم هتتشال وكمان في نهاية اللعبة هيشتري منهم النجوم تاني بنفس سعرهم وبيكونوا قادرين على تجميع النجوم من اللعبة التانيين لو كسبوهم يعني اللي هيكسب هيبقى من غير ديون ومعه فلوس كتير كمان وبيوزع عليهم النجوم التلاتة وبيعلقوها على سدرهم ومعهم ازرف فيها 12 ورق الكوتشينا وبتبقى اول لعبة هي طوبة ورق مقص واللي بيكسب التاني بياخد منه نجمة والموجودين بيسألوا ايه بيحصل للشخص اللي يخسر التلاتة نجوم فبيرفض تنجوا ان يرد عليهم وبيقولهم انهم كده كده ما لهمش هيقيمة في الحياة ولو حصل لهم اي حاجة محدش هيهتم فيستحصل انهم يركزوا في اللعبة بدل ما يركزوا في اسئلة ملاش لازمة مش هتفيدهم بحاجة وانه قدامهم 30 ديئة بس للعب وبيبدأ كل واحد يلعب مع الشخص اللي جنبه لحد ما اول واحد بيخسر تلاتة نجوم فعلا وبيجي له حراس وبياخدوه القوضة بابها اسود حديد وبيختفي صوت الرجل تدرجيا وما بيفهموش ايه اللي حصل له جوه واللي بيكسب بيتنين القوضة بيضة وهو مبسوط وفرحان وبيبقى كل المطلوب من قيته انه يلعب ويحتفظ بالتلاتة نجوم على الاقل عشان مايروحش القوضة السودة وبيتعرف قيته على واحد اسمه فيون وبيقولوا انهم لو لعبوا بعضه كل مرة كانت تعادل بينهم ورقهم هيخلص وهيفضل معهم تلاتة نجوم زي ما هم وهيدخلوا القوضة البيضة وبيوافق ايتو على كلامه وبيسق فيه وبيبدأوا يلعبوا بعض وبيفضروا يلعبوا تعادل عشان ورقهم يخلص لحد ما بيظهر فيون على حقيقته وبيلعب ورقة بيكسب بها نجمة من ايتو وبيتأسف له انه غلط في اختار الورقة وان اللعبة الجاية هيسيبه يكسب ومن غباء ايتو بيسق فيه تاني مرة وبيلعبوا لعبته من قبل الاخيرة وبيبقى فيون ضحك عليه المرة التانية وبيكون كل واحد مع ورقة واحدة وفيون معه خمس نجوم وإيتو معه نجمة واحدة بس وبيفهم ايتو اخيرا انه اتضحك عليه وبيتخانق مع فيونه وبيضربه وبيكون السبب ان ورقة ايتو بتقع على الارض وبيقع عليها دم وبياخد فيون باله ان ورقة ايتو الاخيرة هي مقص ومتعلمة بالدم وبيجوا الحراس كلهم عشان يفصلوا بينهم وبيتجمع كل اللعبة حواليهم وبيبقوا قريبين جدا من بعض وكل واحد بيتجسس علي جنبه فعلشان يبان فيون قدام كل الموجودين انه نازيه وشريف بيقولهم انهم يجمعوا ورقهم ويلغبطوه وبعدها كل واحد ياخد نفس عدد الورق اللي كان معاه لكن بأشكال مختلفة وساعتها اللعبة ترجع شريفة من تاني وبيلاقته واحد غلبان معاني جميتين بس فكر انه يرمي الورق بتاعه في الحمام لكنه اتمسك من الحراس ورجعه القاع من تاني فبيروح له وبيقوله انه قادر يساعده وبياخد ورقته الاخيرة وورق الراجل وبيدهم لفيون عشان يلغبط ورقه مع باقي الورق وياخد ورق جديد وبيبقى فيون عايز ينصب على ايته تاني وبيدينه نفس ورقته تاني لانه معلمها بالدم اللي عليها وبالتالي فهو عارف انها مقص وبيعلم ورقته وكمان لانه عايز يلعب بها ضد ايته تاني وتبقى صخرة والصخرة تهزم المقص وبيتفق ايته مع فيونه انه لو كسب هياخد ثلاث نجوم ولو خسر هيديله نجوم وهو والراجل الغلبان كمان وبيبدأوا اللعبة وبينزل فيون ورقة الحجر لانه فاكر ان ايته ورقته مقص وبالتالي هو هيكسب لكن ايته بيفضل يضحك وبيقوله ان كارته مش مقص انما ورقة والورقة تهزم الصخرة وبكده بيكون فيون خسر وبيقوله ايته انه شخص غبي عشان فاكر انه هيدحك عليه تاني وانه عارف ان كارته القديم كان متعلم بالدم عشان كده بدله مع كارت جديد وقدر انه يغريه عشان يلعبه لانه فاكر انه هيخدعه ويكسبه وبيخلص فيون كل كروته وبيبقى معانج ميتين بس بعد ما بيتاخد منه تلات نجوم وبيضطرت برا القاعة وبيدخلوا القوضة الصودة وبيبقى فاضل على الوقت تلاتة وتلاتين ثانية ولازم هما الاتنين يخلصوا وراءهم بسرعة وبعد ما بيفوز ايته وزميله وبيبقوا فاكرين انهم هيدخلوا القوضة البيضة صاحب ايته اللي بيناديله بقوسة بيكتشف ان مع ورقة اخيرة كان ناسية في جيبه وبكده يبقى خسر وبيقرر ايته انه زي ما كان هيشاركوا الفوز هيشاركوا الخسارة وبيدخلوا هما الاتنين القوضة الصودة وبيتحط لهم الجهاز تتبه على كتفهم وعلى وشهم وبيترحالوا على موقع بنا وبيتعاملوا كأنهم عبيد وممنوعين من الخروج من المكان او حتى الهروب منه وبيفضل ايته وقوسة هما الاتنين في الموقع مدة طويلة وكانهم في سجن وبيبقى ايته وبيقبض عملة غريبة اول مرة يشوفها والعملة دي متاح لينه يشتري بها من العربية اللي بتعدي عليهم في الموقع برضه وبيتعدي عليهم العربية اللي فيها بيرة واكل يقدروا يشتروا لو عايزين وبيحاول ايته ان يمنع نفسه من انه يشتري او يسرف فلوسه اللي معاه لكن في الاخر ما بيقدرش وبيروح يشتري اللي عايزه من العربية وبيفضل قاعد في المكانه مبسوط هو بيأكل وبيشرب من الحاجات اللي اشتراها بفلوسه وبيكمل تانيوم شغل في موقع الحفر وبتحصل مشكلة في الموقع وبيتصاب قوسة وبيشيلوا ايته على ظهره عشان يوديلي العيادة وبيلاقي هناك المصابين والتعبانين كتير جدا وكل واحد فيهم عشان يتعالج لازم يدفع وعشان يدفع لازم يشتغل وهم اصلا جرحة مش قادرين يشتغلوا فبيفضلوا في الايادة بدون علاج وبيفهم ايته ان الموقع والمشرف والبيع العربية شغلتهم انهم يغروهم يصرفوا الفلوس اللي معاهم وبالتالي يفضلوا عبيدة عندهم دايما وما يقدروش يحوشوا عشان يسددوا دينهم وانه ما فيش خروج من المكان ده اللي عن طريق ممر اسمه ممر الشجعان ما حدش حاول يروحوا اللي هو مرجعش منه وبيرجع ايته من تاني للسكن بتاعه وبيفضل يتخانق مع زميله والمشرف على امل انه يفوقهم شوية من اللي بيعملوه والصرف اللي هم بيصرفوه وانه مستحيل يخرجوا من مكانهم طول ما هم بالسازاجة دي واسناء كلامهم بيدخل عليهم ظابط وبيبلغوا من فيه واحد من اللي معاهم اختار يروح ممر الشجعان وساعتها بيقول ايته انه هو كمان عايز يروح لانه اما يتحرر او يموت وفي الحالتين هو الكسبان في الخروج من السجن والجحيم اللي هو في ده وبييتم نقله هو وزميله للممر وبييجي معاقوسة وبيلاقوا نفسهم على سطحه وعمرة طويلة جدا وبيظهر تنجاوة قدامهم وبيقولهم ان كل واحد معاست مرة مكتوب عليها 10 مليون واللي هيقدر يعدي على الممر اللي قدامهم بين البرجين هيفوز بالفلوس وبحريته واللي هيوع يموت وبيختار ايته انه يبقى اول واحد يعدي على الممر يمكن يعدي ويبقى اول مرة ليه يكسب حاجة في عمره والكل بيقرر انهم يعدوا فبيقولهم تنجاوة انهم يلبسوا ارقام على جسمهم علشان الجمهور اللي بيشوفهم يبقى عارف بيراهن على مين وبيبقى فيه مجموع من الاغنياء بيتفرجوا عليهم من خلال الكاميرات وبالنسبة لهم المتسابقين عبارة عن فران بيترهن عليهم وبس وبيبقى الجسر المتكهرب كمان عشان لو حد حاول ان يمسك فيه بايده ساعتها يتكهرب ويموت كمان وبيبدأ المتسابقين في المرور على الجسر وبيقولهم ايتو انهم يتحمسوا ويتشجوا عشان يعدوا واول واحد فيهم بيقع وبيمسك في الجسر فبيتكهرب وبيقع من على الجسر وبيقع واحد وراء التاني لحد ما بيتبقى قوسة و ايتو وواحد زميلهم تاني وبيستسلم قوسة ان يعيش فبيطلب من ايتو انه ياخد الاستمارة بتاعته واما يوصل ويستلم الفلوس يديها البنته عشان ما تبقاش حياتها عذاب زيه وبيديله الاستمارة بتاعته بالعافية واما بيبص ايتو على نهاية الممر بيرجع عشان يحمس قوسة انه يكمل معاه لكنه ما بيلووش موجود وبيبقى واحد من على الجسر هو كمان فبيقرر ايتو انه لازم يكمل الجسر الاخر وبيحاول يمشي فيه على مهله والجوه بيمطر عليه وبيوصل ايتو المتسابق التاني اخيرا للمبنى التاني وبيفتح زميل ايتو الباب وبسبب ضغط الهوى بتخرج فيه الشرياح قوية وبترمي من على المبنى وبيقع وبيموت وبيبقى ايتو قدر انه يمسك في حرف المبنى على اخر لحظة وبيدخل القوضة اللي قدامه وبيلاقي تونجاوه واقف قدامه وبيهنينه نجح وبيبقى الملك هو كمان واقف وبيطلب منهم ايتو فلوسه ل 12 مليون ين فبيقوله تونجاوه انه مخصوم منه 9 ونص مليون والعشر مليون بتوع صديقه مش هيقدر ياخدهم لان صديقه ماته مالوش فلوس فبيتعصب ايتو عليهم وبيقوله انه مش عايز الفلوس لنفسه وعايزها البنت قوسة اللي ماته وشجاع فبيعجب الملك باسراره وشرفه وبيخدم على الجناح بتاعه وبيقوله انه هيلعب مع تونجاوه لعبة اخيرة وهي لعبة الامبراطور لو خسر هيرجع من تاني للموقع ولو كسب هياخد الفلوس اللي عايزها واللعب عبارة عن 5 كروت للامبراطور و5 كروت للمسجون الخمس كروت فيهم كارت واحد للامبراطور او المسجون والباية كلهم مواطنين عاديين وما يلعبوا ضد بعض كل كارت هيتحطه قدام التاني وبيبقى المواطن بيهزم المسجون والمسجون بيهزم الامبراطور والتعادل بيحصل لو مواطن جيه قدام مواطن واللعبة بتبقى من 3 جولات ولما بتبدأ اللعبة بيخسر ايته جولتين وبيستغرب ازاي تونجاوه قادر انه يخمل لعبته بالسهولة ويهزمه مرتين وبياخده الحراس عشان يرجعه من تاني للموقع وبتبقى اندو موجودة وسط الحراس اللي بيشوفه اللعبة وبتاخد ايته هي والحراس للموقع وبيفضل يفكر ازاي خسر جولتين بسهولة كده لحد ما بياخد باله ان تونجاوه غير الساعة بتاعته وما جي يلعب معاه معنى كده ان السر في الساعة وفيه غش حصل فبيطلب منهم يدخل الحمام وبيفكر جوه وبيطلب من اندو انها تسلفه فلوس تاني عشان يقدر ان يلعب مع تونجاوه مرة تانية واخيرة وبترد انها تسلفه لانها سد ايته انه قادر يفوز وبيروح للملك وبيقوله انه يلعب جولة اخيرة وبيطلب منه يوافق على الجولة واما بيوافق بيروح ايته على المراهل لجنبه وبيفضل يخبط راسه فيها لحد ما بيكسرها وبيتعور وبعدها بيروح على ترابست اللاعب عشان يبدأ جولته مع تونجاوه وبيرتب الاوراق بتاعته بسرعة قبل ما تونجاوه يشوفه واما بيقعد قدامه بيبص في الساعة اللي فيها مؤشرات حياة ايته وده لان ايته عنده شريحة في كتفه بتقرأ مؤشراته كلها فما بيقرر انه يلعب لعبيته الحاسمة اللي هي المسجون مؤشراته بتبانى عالية في ساعة تونجاوه وبالتالي تونجاوه بيعرف ايته لعبيه لكن بسبب كمية الادرنالين اللي انتشرت في جسم ايته بسبب خبطته في المراية والقلم اللي بيحس بيه الساعة ما بقتش سبتة وبقى ملهاش لازمة وبتبدأ اللعبة بينهم وبيبقى ايته قادر انه يتلعب زي ما هو عايز بتفكير الخصن للدرجة انه كل مرة اللعبة بتبقى تعادل بينهم لحد ما بيتبقى كرتين بس مع كل واحد فيهم وبيفكر تونجاوه انه يلعب الامبراطور عشان يجيب مواطن قدامه وبالتالي يكسب وبيلعب الامبراطور بكل ثقة بيقول لأيته انه شخص فاشل ويفضل طول عمره فاشل فبيشكره ايته على رأيه وبيزهر له الكارت بتاعه اللي هو المسجون وبيكسب ايته الجولة على غير المتوقع وبياخد الملايين من تونجاوه وبيقمر الملك حراسه انهم ياخدوا تونجاوه الموقع البناء حسب الاتفاق عشان يشتغل فيه باقي حياته وبيكسب ايته 500 مليون ين وبياخدهم وبيروح على مطعم مع اندو عشان يأكل فيه الاول مرة براحته من فترة طويلة وبعد ما بيأكل وبيشرب يغم عليه وبتبقى اندو هي اللي حطط له المخدر عشان ينام وبتاخد منه الفلوس بتاعته كلها واما بيفوق بيلاقي جواب في جيبه من اندو وبتقوله انها سلفته فلوس كتير قبل كده عشان يلعب في جولة كمان والفلوس اللي خدتها دي من حقها بالاضافة للفوائل بتاعتها وبتبقى سايباله فلوس بسيط عشان يصرف منها فبيبعتها كلها البنت صديقه زي ما وعدوا وبيبقى اخيرا اتحرر من السجن اللي كان فيه ومن الديون اللي كانت عليه ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فلوس صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلوس صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلوس صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام